بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم عزائي التربط وطلبات الصف الخامس القدائي. اهلا بكم في قناة زكرة الحساب ومس. اه ان شاء الله نكمل بيت امانك بتاعنا. يا رب تكونوا فهمتوا الحصة اللي فاتت. وفهمتوها وزكرتوها كويس. عشان النهاردة نبدأ نحلى بقى لان ده يعتبر اهم. اه جزئية بازن الله. هنا بيقول لي اكمل بتنتمي او لا تنتمي او جزئية او ليست جزئية. اه هنفكركم تنتمي او لا تنتمي بتيجي مع الارقام اللي من غير مجموعة. زي مسلا مسلا لما كون بقول تلاتة من غير مجموعة. اما جزئية وليست جزئية بتيجي مع الارقام اللي فيها ايه مجموعة. زي مسلا بقول مجموعة تلاتة. ما تمام? افكركم معكم. الاتنين موجودة في العد الطبيعي. اه موجودة. من ضمن العداد الطبيعية موجودة عدد صحيح عادية ايه اتنين موجودة ايه يجب لها تنتمي ولا تحتوي عشان ما عندهاش مجموعة ما عندهاش بوابة هو��طي لها ايه تنتمي طب الخمسة وخمسين مجموعة الخمسة وخمسية. خمسة وخمسين موجودة? اه موجودة. عندها بوابة? ايه? جزئية. الرقم ده موجود? اه موجود. هتقول لهم بصر مش موجود. لا موجود. ما انا قلت لك واحد اتنين. صفر واحد اتنين. تلاتة اربعة الى الصفر موجود في العدد الطبيعية اه موجود. طب لو كان هنا اقل عدد العد. لا مش موجود. هنا تنتمي. يبقى الصفر موجود في عدد العد. لا طبعا مش موجود. لان عدد العد بتبدأ من عدد الواحد. صح ولا لا? الاتنين والاربعة والستة موجودين في العدد الطبيعية? اه موجودة. بقى يجيب لها ايه تنتمي ولا جزئية? عشان هنا مجموعة فبقى يجيب لها ايه جزئية? طيب هنا بيقول لي اتنين? اتنين واتنين من عشرة. طبعا الاتنين وعشرة مش موجودة. قلنا العدد طبعا مش فاق ارقام عشرية خالص لو انت كنت فاكر الحصة اللي فاتت. مفيش فاق ارقام عشرية نهائي. مفيش فاق ارقام عشرية نهائي. فعشان كده فهبابلها ايه? ليست تنتمى ولايست جزئية? عشان عندها مجموعة فهبابلها ليست جزئية. اللي اتنين موجودة اه موجودة. فعجيب لها جزقية. سبعة من عشرة طبعا مش موجودة. فحجيب لها ايه. لا تنتمي او لايست جزقية همه? اجيب لا ايه? طبعا مش موجود. ما عنداش بوابة. ما عنداش مجموعة. يبقى ايه؟ لا تنتمي. الركن دة موجود? اه موجود. فعجيب لا تنتمي. طيب اتنين واربعة فرق الخامسة واربعة. افكرك بالفرق افكرك بالفرق. كنا احنا قلنا الفرق بتراقة بسيطة الاركام الي هنا مش موجودة ما فهمت اش حاجة. طيب شيد المتكرر. شيد المتكرر اهو. حتى اللي اتفضل من هنا. اشيد المتكرر واجيب اللي اتفضل من هنا. لون مين? اللي اتنين. اللي اتنين موجودة? اه موجودة. وهتبقى طبعا في المجموع بجيب لي ايه? جزئية. التلات اربع مش موجودة. بجيب لي ايه? لا تنتمي. طب واحد وتلاتة تقاطع اتنين واربعة. التقاطع يعني بجيب الاركام المتكرر اجيب الاول الاركام دي. من الهنا المتكرر? الواحد تلاتة تقاطع اتنين واربعة من المكرة ما بيش حاجة يبقى فاي على طول بتاخد جزئية زي ما قلنا الترمي الاول على طول جزئية. الفاي على طول جزئية لان الفاي دي عبارة عن مجموعة فاضية اه موجودة في العدادة الطبيعية. يبقى اللي ميجي لك فاي على طول بتاخد ايه جزئية? على طول. ما تفكرش من غير تفكير. اصغر اعداد العد. ركز بقى واحد كنا بقى فكر وجاوب اه? فكر وجاوب. افكر وجاوب. اصغر اعداد العد. واحد ما ميجي يعيد لو انت حافز الارقام او حافز بتاع الحسم اللي فاتت. عداد العد اللي بتبدأ من عند واحد اتنين تلات اصغر عدد فيهم الواحد. طب اصغر عدد طبيعي. عدد الطبيعي بتبدأ من عند مين? الصفر. مجموعة الاعداد الطبيعية الاكبر من سبعة وعشرين. مجموعة الاعداد الطبيعية الاكبر من سبعة وعشرين. من الاكبر من سبعة وعشرين? ها? مجموعة الاعداد الطبيعية الاكبر من سبعة وعشرين? من الاكبر من سبعة وعشرين? هفتح مجموعة اولو تمانية وعشرين? تسعة وعشرين? تلاتين? الى ما لا نهاية? الى ما لا نهاية? طيب مجموعة الاعداد الطبيعية الاقل من خمسة. الاقل من خمسة. من الاقل من خمسة? هو ده معنى الكلام. الاقل من خمسة الاربعة والتلاتة والاتنين والواحد والصفر. ما تقفش ليه? لان الاعداد الطبيعية اخيرها لحد الصفر او بدايتها من عند الصفر. انت عارف يا ولاد لو كان هنا اقل لأعداد مجموعة الاعداد العد القل من خمسة او الاربعة والتلاتة والاتنين واحد واقف على كده. واقف على كده. اما هنا مجموعة الاعداد الطبيعية لا اعداد الطبيعة طبعا احنا عارفين انا يتبدأ من العمد الصفر. صح самом لا? طب قال لي هنا مجموعة الاعداد الطبيعية المحصورة ما بين يعني ما محصورة يعني الموجودة ما بين اللي اربعة والتناشط. من الاعداد اللي موجودة من اربعة وتناشة هيبقى خمسة. وستة وسبعة. وتمانية. وتسعة. وعشرة واحداشرة. طيب هنا بيقول لي مجموعة مضاعفات العدد تلاتة ولا قليل من سبعة وعشرين. ايه مستر مضاعفات دي? مضاعفات يعني ابدأ من عند الصفر وكل مرة بزود تلاته. دا معنى كلمة مضاعفات. كل مرة بزود تلاتة. مضاعفات كل مرة بزود ايه? تلاتة. مجموعة مضاعفات هبدأ كده من عند الصفر. ل compounding tbedek من عند الصفر. الصفر ده يعتبر مضاعف مشترك لكل الاعداد. وابدأ بقى كل مرة زود تلاتة. تب探ه لو كان الا قلي هنا اربعة? كل مرة زود اربعة. لو كان هنا خمس كل مرة زود خمس. لو قال لي ست مجموعة مضعفات لعدد ست كل مرة زود ست. هنا صفقة زود تلات يبقى تلات. زود تلات يبقى ست. زود تلات يبقى تسعة. زود تلات اتناشر. زود تلات خمستاشر. زود تلات تمنتاشر. هتقول له مستر ده ده الجدول ما هو الجدول ما هو معناه. زود تلات واحد وعشرين. زود تلات اربعة وعشرين. واقف لحد كده. لا مستر ما لسه في السبع وعشرين. هو قال لي الاقل من سبعة وعشرين. يعني ما تحصلش السبعة وعشرين. خلاص يا ولاد? حاجة تسألها بسيطة بس عايزة تفكير. تفكير وتدريب كتير وتحل كتير. اه. تقاطع اه تقاطع عين. ان التقاطع بجيب الصغير. البيت الصغير. البيت. مين بقى? الطه ولا العين? طبعا البيت لها العين. طب عين التحاط الطه. التحاط بجيب الكبير. مين الكبير عين ولا الطه? الطه? العداد الطبيعية شيل منها الصفر. طبعا احنا خلنا الحصة اللي فاتت قرونية. الزوجية اتحاد الفردية يديني طه. وان عداد العد اتحاد الصفر يديني برضو ايه? طه. صح ولا لا? يديني ايه? طه. بقول لك الطبيعية اه شيل منها الصفر يديني ايه? طب الصفر تقاطع الزوجية. الصفر تقاطع الزوجية يعني برضو اجيب الصغير من الصغير الصفر ولا الزوجية? من المتقربة من الصفر وعداد الزوجية هو الصفر. ما هو الاعداد الزوجية دي صفر اتنين اربعة ستة هو الصفر اهو موقورة اهو متقرب. الطبيعية اشير منها الفردية. يتفضل لك الايه? الزوجية. طبيعية اشير منها الفردية تفضل لك الزوجية. طب الزوجية تقاطع الفهم. حتى المتقربة بين الارقام الزوجية والفردية. يوه. ما بيكرهوا بعد اللي ما بيجي بينهم تقاطع. بيكرهوا بعد اللي ميجي بينهم ايه? تقاطع. يبقى التقاطع بين الزوجية والفردية مفيش فاي. افهموا النبي المعلومة دي مهم جدا دي. لمنى خمسة شر دي. زوجية تقاطع فردية على طول يديني فاي. التقاطع. طب لو جاء الاتحاد. على طول يديني طه. شوف التحاد يديني طه. تقاطع يديني فاي. خلاص? طب حتي المكار ما بين الاعداد العدد. تقاطع الصفر. المكار ما بين العين والصفر. اهتولنا مسلا انت مش قايد التقاطع بجيب الصغير. اه. تمنوا الصغير هنا. الصفر ولا العين? مفيش. ما ده صغر وده صغير. انا عايز التقاطع يبقى هتتقلب بقى تقول حتد متكرر. حتد متكرر ما بين الاعداد العدد والصفر. عدد العدد واحد اتنين تلاتة. لما يكون عندك ديك روم كده مربين ديك روم فوق السطح. وتقول واحد اتنين من الحركات بتاعته دي. طب والصفر. مفيش حاجة متكررة ما بينهم. فعشان كيف تبقى ايه? فاي. مفيش حاجة متكررة. الفرق اهو. الفرق اهو. بشيل المتكرر. وبجيب اللي اتفضل من هنا. لسه ايه لفوق من شوية. طب من المتكرر هنا التسعة? التسعة? يبقى اتكرار هنا اه موعدة طبيعي. اشيل دي مع دي. اتفضل هنا ايه? سبع من عشر او مكاتبة. خلاص اولاد? هنا بيقول لي طبعا ايه? عين اتحاد الصفر. طبعا اه اهي عين اتحاد الصفر ديني ايه? طبعا. انا بطلب منكم ازا ما اتركوا الحصة الفاتة تحفظوا له القانون دول بس. زائد القانون ده برضو. الزوجية التقاطعة الفرد ايه دي نفعل. انا عازك تحفظ التلاتة دول. طب حاجة المتكرر ما بين الزوجية والاولية. قلنا الحصة اللي فاتت. حاجة المتكرر ما بين الزوجية والاولية. ايه الاركام المتكرر ما بينهم? الزوجية صفر اتنين اربعة والاولية اتنين تلاتة خمسة من المتكرر اللي اتنين. شوف? تفكر بالراحة كده. طب حاجة المتكرر ما بينه رقم اتنين والاولية على طول الاتنين? لان هو موجود في الاولية. الطبيعية شل من اعداد العد. اهو عدد طبيعية شل من اعداد العد يديك ايه? الصفر. اعداد طبيعية الاعداد العد شل منها طه. البيت الصغيرة هم بنتار ربعة دقيقة يا شيل من امامتها. اطرح من امامتها طبعا ما ينفعش يبقى. والفايي تكاتو عين على طول يديني فايي? تكاتو على طول بتاخد ايه. ا實用 المكتاب سلاحة ميزة. تمام? بولي هنا زوجية تكاطع طبعية. التكاطع باجيب الصغير. الزوجية ولا طبعية اجيب الصغيرة اللي هي مين الزوجية. فرضية تكاطع طبعية. التكاطع باجيبي الصغير. مين الفردية ولا طبعية? الفردية. زاوجية تقطع فردية. الفردية الدول البنتين الفردي البنت الابت الاوليونة والتانية لما يجب معهم تقطع ميتوقوش بعد يديني ايه فاي. زاوجية تقطع الاولية لسا ايلا من شوية? حت المتكرر ما بين الزوجية والاولية المتكرر ما بينهم يا بلبيوشيا الاتنين? ايه الاتنين? الاولية نشير منها الفردية. الله? عالسؤال ده. الله. الاعداد الاولية اولاد كلها اعداد فردية معادة اللي اتنين. ركزوا معايا في الكلمة دي قوي. الاولية هنشيل منها الفردية. يعني هنشيل منها كل الارقام الفردية. هي كلها اصلا ارقام فردية بس معادة اللي اتنين الرقم الوحيد اللي زوجي. اولي زوجي. تمام? يبقى اللي مجيب لك اولية هنشيل منها الفردية? اه اه ايه? اه الاولية هنشين منها كل ارقام الفردي? ايه دي معناها ولا بالراحة كده وانت بتحيل. الاولية كل الارقام الاولية هنشين منها الارقام الفردية ي testimony ايه اللي اتانين. طب الفردية هنشين منها زوجية. الله. الفرديه. تمام. هنشين منها كل الارقام الزوجية. هي اصلا مفيش فيها ارقام زوجية. ايه بتفضلك ايه? الفردية زي ما هي مش فهم حاجة يا مصدر تعال احنا قلنا في الفرق اولاد بنشيل المتكررة ما بيني هنا وهنا صح ولا لأ صح وبنجيب الايه اللي يتفضل من هنا دي القاعدة بتاعت الفرق انا بقول بنشيل الاركام المتكررة ما بين الفردية والزوجية بنشيل الاركام المتكررة ما بين الفردية والزوجية تمام تمام وبجيب اللي تفضل من هنا من الاولاني هنا طيب شيل بقى مفيش اصلا عشان اشيل. يبقى حتى اللي تفضل من هنا اللي هو الفردية. نفس الكلام العكس. الزوجية هنشيل منها فردية. هيا اصلا مش فردية. يبقى تفضل للايه الزوجية. طب الطبيقية هشيل منها الفردية. الطبيقية هشيل منها الفردية تفضل لك الزوجية. الطبيقية هشيل منها عدد العدل. زي ما خدنا في اكتاب الاضواق من من شوية. الطبيقية هشيل من عدد العدل تفضل لك الصفر. حتى المتكرر ما بين الاتنين والاولية. التقاطع. يبقى لاتنين. حطها في مجموعة. السفر اشيل من العداد العدد. حتر مالكار ما بين الصفر بعد العدد ما فيش يبقى تفضل للصفر. تاني ولتفضل من هنا والصفر. السفر اشيل من عدد الطبيعية. صح ولا لا? اه. حتر متكرر? مفيش. لان ده صفر وده عداد العدل لا بتدقى واحد اتنين تلات اربعة. يبقى تحطر يتفضل من هنا والصفر. الصفر يشير من عدد الطبيعي. الله. العدد الطبيعي هنا صفر واحد اتنين تلاتة. هنشير الصفر? يتفضل لك ايه هنا? ما تفضل لاش حاجة. يبقى فايل. يبقى الصفر. هنشير من عدد طبيعيه? هتشير متكرر? يبقى فايل. تاني يا مستر. قلنا هنفرق بجيب المتكرر ما بين هنا وهنا. العدد طبيعيه? صفر اتنين اربعة ستة تمانية وهكذا. شيرنا الصفر ده مع الصفر ده تفضل لكي هنا? ما تفضل لاش حاجة. خلاص. حتى المتكرمة بين الزوجية وتقاطع الصفر. المتكرمة بين الصفر والزوجية. من المتكرر الصفر برضه. الصفر تقاطع الفردية. الصفر تقاطع الفردية. من المتكرر ما بينهم? ها? من المتكرر بقى بين الزوجية والفردية? ما فيش حاجة منكرر. العداد الفردية ما فيش فقدة. ده صفر ده زوجي. من المتكرر ما فيش يبقى فايل. الصفر نشيل منها الزوجية. الزوجية صفر اتنين اربع. شيل منها الصفر. اهو. شيل متكرر. يتفضل لك اهل ما تفضلش حاجة يبقى فايل. طب بولي هنا طه هنشيل منها زي مكملت الزي. اللي هي مكملت الزوجين. ايه ده يا ايه? ايه? السؤال ده صعب. طيب خلي بالك بقى. مكملت الزوجية لو قصدو من احيان الفردية. مكملت الزوجية اللي هي الفردية. يعني هي ايها طبيعية هنشيل منها الفردية اديك الايه? الزوجية. وقاعدة كده لما يقول لك طه شيل منها الزوجية المكملة او المكملة الزوجية بايه بشيل المكملة وباخد الايه الزوجية. تمام? يبقى مكملة الزوجية فردية. مكملة الفردية زوجية. مكملة الزوجية فردية. طيب. فيه اتحاد زي? فيه اتحاد زي ليه طيب? صح ولا لا? احل الكوس الاول. فيه اتحاد زي دي نيه طيب? طيب نشي منها طيب. طيب هنا الفردية تقاطع الزوجية. حتى المتكرمة من الفردية والزوجية قلت لك من انتهى قانونة قلت لك احفظهم يديني فايل. مفروض ما يتنسوش. التقاطع الطبعية هنشيل منها الفايل مجموعة الفاضية هيتفضل لك ايه? هيتفضل لي طيب. هي هي. هيتفضل لي ايه طيب? فيش الحاجة يعني. هنا بيقول لي اوجي تنادي جميات المجموعة تعاومي العدد ربعة فرق الزوجية. الله تعالى بقى. يعني مجموعة تعاومي. قلت لك في الترميل الاول ما يقول لك عاوة العامل يعني جدول الضرب. كلمة عوامل دي يعني جدول الضرب. جدول الضرب بتاع الاربعة تعالى كده? يعني ايه في ايه بديني اربعة? حتكون الجدول بتطلع لي اربعة. عندك الاتنين في اتنين. وعندك الواحد في اربعة. فين العوامل بقى الارقام دي? اللي هي الايه? الواحد والاتنين والاربعة. دي معنى كلمة عوامل. يبقى مجموعة عوامل العدد اربعة يعني جدول الضرب. مجموعة عام العدد ستة يعني جدول الضرب بتاع ستة. ايه لأيه? ايه في ايه بديني ستة? عند الاتنين في تلاتة. وايه كمان? وعند الواحد في ستة? فين العام باقي هاي ارقام دي? افتح مجموعه. واقول له الاتنين والتلاتة والواحد والستة. الاتنين وتلاتة واحد وايه? وستة. تعال انا بقى نحل بقى. بقول لك طبعا قلنا الفارد دي باشيلمي الكرر ما بين هنا وهنا. بقول لك مجموعاتbaجيب اللي اتفضل خلي بالك ان دا مكان دي. خلي بالك ان الاركام دي ما كان géمة مجموعات عوامل. فهنشلهم اتكرر. بقول لي هين اواحد واتنين واربعة فرق الزوجية. يعني مشل الزوجية واحد الباقي اشيل الزوج اللي هو الاتنين والاربعة. اتفضل اللي اللي هو مين الواحد? طيب بقولي لك مجموعة عواملت العدد اربعة اللي هي نفس الاركام دي? هنشل منها الفردية. شل منها الفردية, اهو اتفضلل مين الاتنين ولا اربع? مجموعة تعمل عدد اربعة. تمام. تشير منها الاولية. الاولية قلنا الاولية اتنين تلاتة خمسة سبعة هنا مين فيهم هنا? الاتنين. التفضل لل واحد وتفضل لي الاربعة. تب مجموعة تعمل عدد اربعة ان شير منها عدد العدد. عدد العددyo ديه كل الاعداد يبقى تفضل لي ايه? ما تفضل ليش حاجه. خلاص? اللي بعدها برضو نفس الايه? الكلام. اللي بعدها برضو ايه? نفس الكلام. بقول لي هنا اولاد وازن اي جسم او اي شيء بالكيلو جرام. يعني ما لهم خمسين كيلو جرام ستين كيلو جرام. بيعني تامل لطبعا. لان الاعداد الطبيعية هي اعداد ما نتعمل في حياتنا. لان الكيلو جرام ده في ايه? في مثلا خمسة ونص صح ولا لأ? خمسة وانص. في مسلا سبعة وربع. في تبانية وخمسة وسبعمة وخمسين جرام. في ارقام عشرية. فما ينفعش. طب عدد صفحات الكتاب بيانتملتها? اه بيانتملتها. بيانتملتها? اه بيانتملتها. ده عدد صفحات الكتاب. ليه? نفاحك اسمها خمسة وسبعين صفحة ونص. في اربعين سبع اه اربع صفحات وربع. ما فيش الكلام ده. صفحة صفحة. رقم صحيح. اصغر عدد اولي هو الواحد. اصغر سبعة. يبقى غلط. اتماني يا رب ان كنتوا النهاردة فهمتوا الدرس وكان يعني ايه المعلومة كانت بسيطة عليكم. ما تنسوش مجموعة عوامل ديت يعني جادوا للضرب. ما تنسوش القوان اللي قلت لك احفظهم. ما تنسوش طويلة الحل. بازن الله يعني راجع الفيديو مرة واتنين وثلاثة لحد من المعلومة ما تثبت. اه اشوفكم على خير بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.